هاي ازايكو عاملين ايه معاكو خلود والنهار ده هنتكلم على روايه كاندد لطبعا فولتير طيب روايه يا جماعه مهمه افكارها انا بختلف مع الثيمز او كلها اوكي ولكن مهم ان انتو تشوفوا الناس في الفتره دي بتفكر ازاي لان انا بتكلم في القرن السبعتاشر والثمنتاشر في اوروبا عصر التنوير او بما يسمى الاج of reason او الانلايتنمنت طيب خصائص العصر ده ايه بالملخص طبعا انا هعمل فيديو مستقل على العصر ده لانه مهم جدا ولكن خصائص يعني او ملخص كده عن الخصائص وعن فولتير وافكاره وعن الرواية نفسها فيه معلومات اضافية هتلاقوها في فيديو موجودة على الانستجرام فبليز روحوا شوفوا الانستجرام الاول عشان تفهموا انا بقول ايه وبعدين ارجعوا شوفوا الفيديوهات دي او شوفوا الملخص وروحوا وشوفوا الانستجرام وارجعوا لي على الشانل تحليل في الفيديو الجاي ان شاء الله تحليل هينزل طبعا ده الملخص تحليل ان شاء الله يعني بكرة او بعده والانستجرام بتاعي هو اوكي اعملوا فولو هناك فور فري وشوفوا هناك ببقى فيه معلومات اضافية ويا ريت الفيسبوك لسه ما بنزلش قوي على حاجات على الفيسبوك ولكن يمكن يعني قدام هنبدأ نزل علي حاجات فبرده اعملوا فولو على الفيسبوك وبتنسوش بقى هنا لايك وكومنت وشير وسابسكرايب وتفعالوا الجرس وسباك ريلاكس وهاتوا حاجة بقى نشربها اوكي and let's do this لان روايتنا النهاردة يا جماعة فولتير ده يعني فلسفة يعني رواية بتلف حول النفسها اوكي فانا اساسا ما بحبش النواية دي من روايات لان انا بنسى الاسماء زي ما انتم هارفين فطبعا انا عندي اللابتوب هنا وعمدي خريطة هنا يعني عشان افتكر الاماكن انه روح هنا وجاه هنا ومعليش استحملونا يعني اوكي طيب هنبدأ الرواية بتاعتنا بتتكلم عن البطل اللي هو كانت اوكي طيب الراجل ده كان ابن اخ غير شرعي لبرون الماني اوكي طيب البرون الالماني ده كان طبعا غني جدا وكان عنده بنت البنت دي اسمها بصوا انا اكيد بنتها الاسم غلط لانه اسمها غالبا الماني فهو كان كان جوند اوكي كان جوند ده اسم البنت ريجوردليس اوكي يمكن لكون بنطقه غلط المهم ان هو اسمها كان جوند دي بنت تعتبر بنت يعني بنت عمه اوه مست يعني بس هو ابن غير شرعي كان عايش مع عمه كاندد اوكاي وبعد فترة كان بيدرس مع واحد خلونا بقى نركز في الواحد ده اسمه بانجلوس الشخص بانجلوس ده يهمني ليه بانجلوس ده يهمني لانه هو كان الشخصية المتفاقلة اللي موجودة في العمل وخلي بالكم من كلمة تفاقل وتشاقم لانه يحتاجها في التحليل اوكاي طيب بانجلوس ده كان هو السكولر او التيتشر يعني نقدر نقول اللي بيعلم كاندد يتعلم على ايده وهو كان قول مصطفيل لو برضو افكار فلسفية طبعا يوما فولتير فيلسوف عشان بس نبقى عارفين انيوي بانجلوس كان فيلسوف برضو وعلم كاندد حاجات كتير عن الحياة وكان التيتشر بتاعه ولكن من ضمن الحاجات اللي علمها له علمه ان كل حاجة حلوة في الحياة والحياة جميلة وخلا يبقى اوبتميستيك علمه الاوبتميزم او التفاقل فانا كده عندي شخصية بانجلوس وكاندد لانه هو تعلم منه دول الشخصيتين المتفاقلين عندي في العمل هتقولولي ليه بيتركزي على حتة متفاقلين دي هقولوكل ان ده ثيم كبير قوي عندي في الرواية انيوي طيب بعد فترة لقينا انه كاندد بدأ يحب بنت عمو اللي هي بنت البرام اللي هي كانجوند بصوا معاها كان انا هقول كان اعرفوا ان هي كانجوند اوكي هي c u n e عليها اقصام كده جي او ان دي اي اه طبعا المواقع اللي تحت فيها الكلام ده بس انا اكيد كانجوند دي هممكن انسى اسمها بالكامل فلو نسيت هقولكو كانج انيوي المواقع اللي تحت الفيديو في صندوق الوصف فيها اللي انا بقوله ده بالتفاصيل باللغة الانجليزية عشان ما حدش تتعني على تفاصيل قوي اوكي طيب حبها وفي يوم من الايام باباها البرون ده مسكها هي وكاندد في الجنينة بتاعت القصر بيعني في كسينج كده بينهم قبالي طبعا باباها تضايق جدا ليه لانه رغم انه بيربيه او يعني قابل وجوده ولكن فكرة انه هو غير شرعي فطبعا ايه ويعتبر من العمى يعني بعتبروه من العمى لانه هو غير شرعي كامانر يعني فرفض طبعا جدا ان بنته يعني تبقى تحبه او تتجوزه فطرد كاندد يعني كاندد واس اكسبالد يعني اتطرد او اتنفع يعني برا البلد اللي هم فيها طبعا هنبدأ بقى نلف حولين نفسينا عشان هنشوف راح فين وجامنين لانه هو تنفع لوحده اوكاي اول مرة كاندد يسيب بيته كان في الوقت ده او البلد اللي هو فيها كانت اول مرة في حياته لانه مش يعني خلاص اول مرة يبقى لوحده يعني ففي الاول راح على مكان في الارمي اف ده بولجرز اوكاي جيش كده بتاع ناس اللي هو بولجرز اوكاي بص يا جماع البولجرز دول في التاريخ هما هما قبائل كده معينة كانت موجودة في الوقت ده في المكان ده اوكاي على الشرف في اوروبا يعني الاسماء اللي انا بقولها بتاعت الاماكن والناس غالبا مش الناس الشخصيات القصي الجيوش والحكام وجاء غالبا انزيق ما كان حقيقية وحاجات حقيقية انيوي لما راح هناك انضم للجيش ده لانه ملوش حتة تانية يروح فيها المهم انه هو في مرة ساب المعسكر ومشي يلف كده في المكان اعتبروا انه هو هارب او مش هارب يعني اعتبروا انه هو خرج عن الاوامر او وريفر فجلدو يعني بعد ما رجع جلدو اوكاي فهو يعني نقدر نقول ايه هو اتدايق من الطريقة التعامل دي فقرر انه هو يهرب منهم وفعلا هرب وراح على هولندا اوكاي او يعني سافر وراح على هولندا يبقى بعد ما ساب الارمي اوف بولجرز دول راح بعد كده هولندا كل ده هو الواحده اوكاي عشان هتشوفه هيقابل ناس فاول صفر لوحده ماشي عالينا ماشيين معي حبه حبه في هولندا حصل ايه لما راح هولندا هناك في واحد يعني ضد حاجات معينه في الدين يعني هو رجل دين بس ضد مبادئ معينه في الدين ضد الكنيسه في حاجات كده يعني اوكاي اسمه جاكس طيب الراجل ده خد كاندد وقعدوا معي يعني قعدوا عنده صيب عليه فقعدوا عنده بعد كده لقى وهو ماشي كاندد لقى راجل زي زي شحات كده غلبان المهم لقى ان الراجل ده مين تلع مين تلع هو بانجلس اللي هو المعلم اللي علمه في الاول التفاقل والحاجات دي اوكاي طيب لقى عرف انه هو كان جاله مرض اسمه سيفلس اوكاي او سيفلس المرض ده بيتنقل عن طريق يعني السكس يعني اوكاي المهم كان جاله مرض وبعدين خف يعني جاله مرض من واحده السته دي كانت زي تشمبرميد يعني زي خادمة او كده ولكن اتحولت بعد كده نظرا لحصل يعني ظروف ما كده فاتحولت بقى بروستيتوت او هوكر او فتاة ليل يعني فمنها خد المرض ده طيب بعد كده خفه وحكى بقى الكاندد انه حبيبته اللي هي كان جوند اوكاي حاولوا فتكر اسمها هي وعيلتها يعني كلها اتقتلوا اوكاي ليه لان اللي قتلهم اللي هو البولجر ارمي اللي هو الجيش البولجرز دي لو كان معاهم اصلا في الاول هما اللي قتلوا البرون وعيلتوا بقى حبيبه كاندد وعيلتها كلها ده اللي قالهولوا بانجلوس خلاص طيب بعد كده قرروا هما التلاته جاكس وكاندد وبانجلوس انه هما يسافروا يروحوا على البرتغال على اليشبونة اوكاي طيب وهم خدوا مركب وسافروا وهم مسافرين المركب حصل عصيفة كده فجاكس غيري طيب المفروض انه كان يقدر كاندد ينقذوا بطريقة ما ولكن بانجلوس قاله لا سيبوا هو ده قدروا هو مقدر لي انه هو فخلاص يعني مادام ده اللي حصل يبقى ده قدر يعني اوكاي طيب ليه انا بقول الكلام ده عشان برضه حتة ممكن تعدي عرف تحليل خلاص يبقى عندي جاكس ده غيري اللي كمل مين كاندد وبانجلوس اللي هو المعلم بتاعه وصلوا فعلا اليشبونة لقوا اليشبونة متدمره من ايرثكويك يعني في زلزال دمر المدينة كلها و اكتعرفنا بقى بعد كده ان اللي بيحكم المدينة بقى دلوقتي اليشبونة بعد ما اتدمرت من الزلزال الانكوزيتف رولرز او رول يعني ايه الانكوزيتف اوكي الانكوزيتشن يعني نقدر نقول الانكوزيتشن رول يعني ايه الانكوزيتشن حاجة ليه علاقه بالدين طيب هذه حتة شوية تاريخية انا شخص تخل فيها قوي بس هو في الوقت ده كان في الكنيسة كانت بتطلع زي جيوش كده نقدر نقول ايه زي بتتحكم في المدن عشان تفرد المفروض الدين اوكي لان كان بدأ يحصل حركة منهضة للدين في الوقت ده علشان احنا بنتكلم في العصر التنوير زي ما قلنا عصر التنوير ده ضد الدين فانيوي قلمست ضد الدين يعني فكان في الوقت ده بيبقى في زي محاكم عرفية زي بيبقى في لجان بتروح تحكم المدن في اوروبا علشان لو لقوا اي حد فيلسوف بيكلم في كلام ضد الاديان شوية بطريقة فلسفية ضد لا دينية خلي بالكم بيعتبروه زنديق وبيقتلوه بيقدموه وكيف فكانت الناس دي هي اللي بتحكم لشبونا في الوقت ده طيب خلي بالنا قبل ما كمل ان يا جماعة فولتير كان ملحد فافكاره هتلاقوها ميلة ناحية انه بيتعاطف مع الناس دي اللي هي بتتكلم ضد الدين وطبعا المفوض انه ده غلط عشان بس نبقى عارفين اوكي هتلاقوه بيرسم كمان صورة رجال الدين بصورة وحشة لانه زي ما بقولكو هو ملحد قلمست فعلشان كده برضو الكلام ده انا هحكي لكم الملخص لكن اعرفوا انه هتلاقوه بيتعاطف مع الناس اللي ضد الاديان هتلاقوه ضد الرجال الدين فما تستغربوه هنتكلم بقى عن عداف الفيديو الجاي بتاع التحليل اللي حصل انه هما لما لقوا الحكم بتاع الكنيسة اللي هو الانكوزيتف او الانكوزيشن يعني رول موجود في لشبونا في الوقت ده والمدينة متضمرة بالارثكويك وخلي بالكو الارثكويك ده رمز هتكلم عليه برضو في التحليل طيب اتقابد على بانجلوس ليه لان احنا قلنا في الاول ان بانجلوس ده كان فيلوسفر فكان فيلسوف يعني معلم وفيلسوف ابدوا عليه واعدموا بتهمة الزندق ان هو زنديق وان هو ضد الاديان وكلام من ده فاعدموا فدل عندي كاندد طيب كاندد كمان جلدو اوكي ليه لان هو كان من اتباع بانجلوس وماشي وراه ومؤمن بمبادئه وبفلسفته فخدوه ايه يعني ضربو بالكربو يعني جلدو يعني عقابا ليه طيب بعد كده الجروح بقى اللي كانت في جسمه طبعا مطرح الجلد ده اللي عالجته واحدة ست ما تقالش اسمها معدش عليها ده وومن اتقال وومن خلاص وهنعرف مين ده وومن ده وممكن في التعليق يقول ليه ما تقالش اسمها طيب الست دي هي اللي عالجت جروحه وعارف منها بالصدفة انها تعرف حبيبته اللي هي كان جوند اوكي كان جوند واسوري لو انا بنطي الاسم غلط يعني انه غالبا اسم بقولكه جيرمان فانا ما درست الجيرمان بسرط انيوي عارف انها تعرف حبيبته دي وعارف منها ان حبيبته دي عايشة ما ماتتش ولا حاجه اوكي وهربت من اللي هما البولجورس دول ولكن بعد كده يعني هما ما قتلوهاش بس هما اختصبوها يعني بس ما ما قتلوهاش بعد كده خدوها واتبعت في سوق الرقيق يعني فاتبعت لواحد اسمه واحد يهودي اسمه كابتن دون ازاشان او ازاكن ازاشن اوكي طيب اه ده كان يهودي المهمة هي كانت ملكة يعني كانت جاريع عنده وكان بيستخدمها كسكس سليف يعني عبدة للسكس يعني هو واحد تاني اللي هو كبير الانكوزيترز دول اللي هما الناس اللي قلنا تبع الكنيسة وبيحكموا المدينة الكبير بتاحهم بقى الليدر بتاحهم المفروض ان هو رجل دين ده تبع الكنيسة المفروض كان هو برضو مع الرجل اللي اشترى اللي هو دون ايزاك او ايزاكورن ده اللي هو اشترى حبيبة كاندد هما الاتنين يعتبروا الماسترز بتحها هما اسيادها هما الاتنين يعني فبيروحوا بقى يعملوا معاها علاقات غير شرائية وحاجات كده وخلي بالكوا ان ده رجل دين ففولتير صوروا بالصورة دي عشان زي ما قلنا ان فولتير اصلا كان ضد الدين يعني ان جنرى طيب بعد كده طبعا كاندد قال انا لازم انقص حبيبتي ولازم كده فخدته وودته لحبيبته دي اللي هي الست دي اللي علجته وخدته وودته لحبيبته اتكلم معاها وبعد كده دخل الاتنين اللي هما اللي كانوا ملكينها يعني او الاتنين اسيادها يعني بس واحد دخلوا فقتلوا كاندد مدين التاني دخل فكاندد قتلوا برضه فكده كاندد يعتبر قتل الاتنين من ضمنهم رئيس المكان او يعتبر حاكم المدينة في الوقت ده طيب طبعا كاندد هرب كاندد قرر هو و the woman اللي هي المرأة دي وحبيبته كانجاند ان هما الثلاثة يركبوا مركبوا ويهربوا يروحوا على اوكي على ساوث امريكا جنوب امريكا امريكا الجنوبية على ايجاز حتة اسمها بس انا بشكر الاسماء بوينوز ايريز اوكي بوينوز ايريز طيب اول ما وصلوا هناك هو ال جوفرنر يعني هو زي المحافظة او محافظة المدينة اللي هي بتاعت بوينوز ايريز دي اوكي في امريكا الجنوبية اسمه دون فرناندو وده تقدم عشان عايزي تجوز حبيبه كاندد طيب هرجع سنة هنا سنة اولا اللي هرجع هو كان في الوقت ده كاندد عايز خلاص قرر هو وكان جوند ان هما يتجوزوا اوكي قبل ما يوصلوا بقى بوينوز ايريز طيب اوكي عرفنا وهما في المركب كسة الست اللي معاهم the woman دي عرفنا ان هي كانت بنت رجل دين كانت بنت البوب كمان اللي هو بابا من الباباهات يعني بتوع الكنيسة في الوقت ده ومفوض ان ليها احترام باباها البوب يعني او يعتبر كبير للمكان دينيا يعني ولكن هي تعرضت للاختصاب وللعبودية والأسر وتبهدلت والكاناباليزم تبهدلت اخر بهدالة يعني فهربت يعني عشان كده يعني رسي بيها الحل على ان هما قابلوها في المكان ده في الشبونا يعني طيب هنرجع تاني لدون فرناندو اللي كان عايز يتجوز كان جوند وهي وافقت لانها فضلت شوية مصلحتها الشخصية وقالت خلاص توافق وتخلص فالمهم وافقت على الجوازة اوكي بعد ما هي قبلت الجواز اوكي من دون فرناندو اللي هي كان جوند دي فعرفنا ان السلطات بتدور على كاندد لانه هو قتل زي ما قلنا اللي هو الانكوزيتر اللي هو الليدر تعالى الانكوزيشن رولز رول اللي موجود في ريش بونا فهم بيدوروا على انا كل يعني بيدوروا عليه يعني باعتين يدوروا عليها عشان هو يعتبر قاتل يعني اوكي فاضطر يهرب تاني قبل ما يهرب اتعرف على واحد وده يهمني اسمه كاكامبو كاكامبو ده كان الفالي بتاعه طيب كلمة فالي ساعات بتمشي على الرجل اللي بيركن لنا العربية في الجرار بس هنا معناها زي وصيف زي المساعد بتاعه وكده يعني اوكي فاتعرف عليه وبقى معاه طول الوقت اللي هو كاكامبو بقى زي سكرتير كده حاليا يعني ده صوت طبعا اي ما كانش سكرتير كان مساعد نقدر نقول المهم بعد ما اتعرف عليه وقرروا انه هما يبقوا يكملوا يعني ايه مع بعض فلما كانت عارف ان السلطات بتدور عليه قرر ان هو يهرب من اللي هي بوينوز ايريس ويروح على مكان هو وكاكامبو اوكي هما الاثنين هربوا روحوا على طيب تريتوري كده يعني زي ارض بيحكمها ناس اسمها جزويت اوكي ويمكن يكون بنتق برضو غلط ما علينا مهم لان الاسماء دي كلها جماعة لغات مختلفة انا في حاجات فرنش في حاجات جيرمان فيها يعني مش كلها انجلوش اوكي لو بتتنتق فرنش هتبقى جزويت معرفش هل هي فرنش كلمة فرنش ولا anyway يعني اسماء ملهاش رولز ازاي ما اقول نعرفه بتكتب ازاي وخلاص في المواقع اللي تحت مهم المكان اللي روحوا بعد كده بيتحكم فيه ناس اسمهم الجزويت دول طيب اكتشف كاندد هناك ان الحاكم بتاع او الليدر يعني بتاع الجزويت دول هو يبقى اخو كانجوند حبيبته اوكي اخوها برضو يعتبر كده بارون جيرمان بارون وهو قدر يهرب من القتل يعني ما قدروش ما يقتلوه اوكي طيب قعد معاه وتكلمه المهم ان هو قال له نعايز اتجوز كانجوند اختك فطبعا البرون اللي هو اخوها قال له لا انت واحد كامنر يعني انت واحد كده ايه من العمى انا مجوزكش اختي ومش عارف ايه فرفض رفضا شديدا فالتنين يعني اتبرزوا كده مع بعض وتهيقلوا انه قتلوا يعني كاندد تهيقلوا انه هو قتل اخو حبيبته اوكي وقلت تهيقلوا ليه انه قتل عمى ماتش عشان بس ايه من انتوهش من بعض المهو كان فاكر انه هو قتلوا يعني المهم بعد ما ده حصل طبعا هيرب اوكي اللي هو كاندد وكاكمبو هيربوا هما الاتنين في البرية بقى في الويلدرنس هيربوا بقى بره البلد ماهم قتلين رئيس البلد او المدينة يعني فهيربوا في البرية وكان بيحاولوا يهربوا هناك بقى من قبيلة اسمها قبيلة البيج لاج بيج لاجز دول اكلت لحوم بشر تقريبا فكانوا عمالين ايه يعني بيحاولوا يهربوا منهم عشان ما يكلوهمش يعني اوكي مهم بعد ما عدوا المنطقة دي وصلوا عند مدينة اسمها الدرادو طيب الدرادو دي لما وصلوا هناك مين اللي وصل كاندد وكاكمبو اوكي لما وصلوا الدرادو لقوا ان الناس مرمية الدهب والمجوهرات في الشوارع يعني المجوهرات والدهب كده مرميين في الشوارع عشب يسرق اغنية جدا تطور علمي فضيع يعني اللي هي المدينة الفاضلة ونقدر نقول ما حدش بيسرق حاجة كده يعني وكالناس حتى مش مهتمة بالدهب مش مهتمة بالجواهر كل اهتمامهم بالعلم والتطور مفيش وخلي بالكوا ان المدينة دي ما كانش فيها دين ما كانش فيه رولز من اي نوع ولا حتى قيود دينية يعني الناس اللي في المدينة دين بيعترفوش بأديان وخلي بالكوا بقى هنا قبل ما كمل حتى كده نبذى عن الاناليسيس مش ملاحظين ان هو خلى المدينة الفاضلة بيلا دين لان هو وقصا فولتير والعصر بتاعه كانوا بيدعو للتحرر من الاديان فعشان كده طبعا طلع المدينة الجميلة اللي زي الفل ما فيهاش اديان او اهجان بس ما تستغربوش طبعا الكلام ده هابل يا جماعة فولتير ده واحد ملحد فما ما ناخدش عليه اوكي طيب انيوي لما قعدوا شوية كاكمبو وكاندد في الدورادو طيب كاندد قال لأول هم قعدوا شوية قعدوا تقريبا شهر هناك اوكي وشافوا بقى الدنيا ماشية ازاي وكده اقروا بقى التفاصيل من المواقع اللي تحت بعد كده قرروا يمشوا ويسيبوا المدينة دي ويمشوا في طريقهم ويروحوا على راحوا على مدينة تانية اسمها سارينان اوكي وهما ماشيين يعني خارجين من الدورادو خدوا بقى ايه حملوا بقى جواهر ودهب وحاجات بقى كتير معهم ما حتش قالهم انتو بتعملوا ايه خدوا صاروة بقى كبيرة جدا معهم ومشوا من الدورادو وراحوا على مدينة زي ما قلنا اسمها سارين اوكي سورينان او سورينام اوكي طيب راحوا المدينة دي هناك في المدينة دي كان دد قال لكا كامبو انا عايز ابعتك لمدينة اللي هي بوينو ايريز اللي فيها المفروض حبيبته هتتجوز دون فرناندو ده رئيس يعني او رئيس المدينة يعني فقال له انا هبعتك بالصاروة اللي احنا جبناها دي بما ان يعني حبيبتي دي عايزة حد يشتري حريتها فانا هبعتك بالصاروة اللي احنا اخدناها من مدينة الدورادو دي هبعتك بيها تروح عند كانجاندو حبيبتي في بوينو ايريز وتشتري حريتها تشتريها يعني من دون فرناندو وتجيب هالي ونتقابل انت وكانجاندو وانا هروح اقابلك ونتقابل هناك وتجوز بقى حبيبتي هناك وكده خلاص ده الخطة اللي هما عملوها وفعلا كاكامبو خدش صاروة جزء كبير من الفلوس وفعلا اتجه ناحية بوينو ايريز في الوقت ده كان دتك ده الواحده فسافر راح على فرنسا وهناك في فرنسا طيب تحديدا في باريس يعني في باريس طيب هناك قابل شخصية مهمة الشخصية دي واحد اسمه مارتن مارتن ده كان سكولور يعني زي دارس ومعلم وكده وكان متشائم ماشي فقابله هناك وقعد معاه المهمة يعني قعد بقى حصل حوارات بينهم وتعرفوا على بعض كويس طيب كان دت ومارتن بقوا زي ما قولنا مقربين من بعض قعدوا فترة في المكان وبعد كده قرروا انه هما يروحوا بقى فينيسيا علشان يقابلوا كاكامبو وكانجوند هناك طيب قبل ما يروحوا وهم لسه في فرنسا وهم لسه في باريس جم شوية زي حرامية كده سرقوا بقيت الصروة اللي معه كاندد كان فضل معاه شوية ما قده شوية الكاكامبو عشان يشتري حبيبته وهو خمعه حبة الحبة اللي فضله معاه جم شوية قطع طرق كده ايه وسرقوه في فرنسا في باريس بعد كده هو مارتن قرروا انه هما زي ما قلتلكوا يروحوا على فينيسيا علشان فينيس علشان يقابلوا بقى كاكامبو وكانجوند حسب الخطة وفعلا راحوا هناك ولكن اما وصلوا ما لقوش ولا كاكامبو ولا كانجوند ولا اي حد ما عارفوش يلقوه فهو إلي طبعا كاندد انه هوا مش لقيهم ليه عارف بعد كده قابل بقى كاكامبو بالصدفه وعارف ان كاكامبو يعني تم اسره اوكي حصل هجوم عليهم هناك فكاكامبو اتقصر وبقى سليف يعني بقى عبد لكماندر توركي خلاص اتقصر من الجيش التوركي فهو بقى عبد هناك وبالنسبه لكنجوند هي والوومن اللي معاها هما الاثنين اتقصروا وبقوا اتباعوا برضو لكماندر توركي وسفروا على اسطنبول طيب اسطنبول في الوقت ده ما كانش اسمها اسطنبول كان اسمها كونستانتينوبل كونستانتينوبل او كونستانتينوبلي اوكي طيب الاسم ده لو شفتوه تحت في المواقع اللي تحت عارفو ان ده اسطنبول حاليا بس انا هقول اسطنبول لان انا هنش هفتكر الاسم ده مهم يعني ان هي خدوها هي والوومن ورحوا هناك طيب طبعا كاندد قرر ان هو يروح هو وكاكمبو ومارتن علشان ينقذوها هي والوومن من اسطنبول خلاص طيب وعلى فكرة في فينيسيا قابل البروستيوت اللي هي نقلت في الاول خلص العدوى لبانجلوس اوكي وقابلوا واحد تاني لورد برضو كده كان زهقان من الكولتشر ومش عارف ايه ايه ربقاء الكلام ده بالتفاصيل تحت المهم يعني ان هما قرروا بعد كده يروحوا ينقذوا كانجوند ويشتروا حريتها هي والست اللي معاها من تركيا طيب وفعلا اتجهوا لهناك وبعد كده كاندد اكتشف ان بانجلوس عايش ما متش هو واخو كان جوند اللي هو كان فاكر انه قتلوا طلع ما قتلوش وطلعوا الاتنين عايشين ولقاهم في تيركيش 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 عارفين الناس اللي لما بتهرب من السجن مساجين بيبقوا كلهم تربطين مع بعض بكلبشات كده تشين كده مع بعض فبيهربوا جماعة كده وبعد كده ممكن يفكوا بقى الحاجات دي ويبقوا مع بعض زي عصابة كده فهو المهم انه تانجلوس واخو اللي هو البران اللي هو اخو كانجوند يعني كانوا كده كانوا تقريبا اتأثروا فهربوا وطبع دلوقتي تيركيش تشين جانج اوكي طيب الكلام ده في تركيا لما سافروا تركيا لقوهم هناك لانه كان مروا بقى بانجلوس واخو حبيبة كاندد مروا بقى بمسفورتشنز ومشاكل كتير لحد ما سافروا تركيا وبقوا هناك طبعا زي ما قلتلك تشين جانج طيب اللي حصل انه خلاص تجمعوا بقى كلهم في تركيا اوكي في اسطنبول وقدر كاندد يشتقيه كان فيه حد رجع له فلوسه يعني فيه حد من اللورد رجع لكاندد السروة بتاعته اللي كانت تسرقت لانه كان فيه اوكي الحتة زي انا نسيتها معلش عشان تجارفين الاحداث عاملت ازاي كاكمبو لما هو لما كاندد قبله وقال له انا دلوقتي بقيت اسير ومش عارف ايه وعبدي يعني قال له ان فيه راجل يعني نصب علايا وسرق الفلوس مني فهم هناك قدروا انه هما فيه حد برضو من المسؤولين قدر يرجع لهم الفلوس او قدر يرجع جزء من الفلوس لكاندد فكاندد اعتبر ان ده حاجة يعني ان ده شيء من التفاقل وانهو الدنيا حلوة والواحد حقه بيرجع له وبعد كده زي ما قلتلكم رحوا بقى تركيا قبلوا هناك البانجلوس واخو اللي هي كانجاند يعني خلاص بقى كاندد قال انا خلاص هشتري كانجاند من السيد بتاعها فراح فعلا قدر رجاله فلوس فقدر ان هو يشتري حريتها هي والوومن فالاتنين بقوا احرار خلاص ولكن كان كاندد لا ان حبيبته ما بقيتش حلوة زي الاول وحشت كتير شكلها تغير وبقت اوحش كتير طبعا من مش عشان الوقت تقدم هو عشان الاهوال اللي شافتها ولكن هو فدل مصر انه هيجوزها برضو يحافظ على عهده معاها وفعلا اشتريها زي ما قلنا او اشتري حريتها يعني هي والوومن واخدها عشان يتجوزوا وراحوا يعيشوا كلهم في زي اشتروا زي مزرعة كده في تركيا كاندد وكانجوند اللي هي حبيبته وذا وومن وبانجلوس وكاكمبو ومارتن كلهم اوكي ولكن اخو كانجوند وكانش برضو موافق عالجوازه فاضطر كاندد انه هو يمشيه ويخليه يرجع تاني للتشين جانج او العصابه دي عشان يخلص منه يعني وفعلا قرر انه هو يتجوز كانجوند وعاشوا في المزرعة دي وبعد ما عاشوا مبسوطين شوية بدأوا يزهقوا بدأوا يحسوا ما يعملوش حاجه فبدأوا يتخنقوا بدأوا يحسر بنهم مشاكل فلاقوا واحد راجل في المزرعة جنبهم كده كان بيزرع بقى وبيعمل محصول وبيبيع مزرعة بقى هما كانوا عايشين كده ما بيعملوش حاجه عسروا وقالوا معهم وخلاص لما لقوا الراجل اللي جنبهم ده بيزرع وبيفيه محصول وبيبيع ويشتري وكده وعايش مشغول في حياته فمش متضايق فقرروا ان هما يعملوا زيه فقالوا خلاص احنا كمان هنزرع وهنعمل بقى ونشتغل بقى في المزرعة مش مجرد نعيشوا خلاص ولما بدأوا يشتغلوا في المزرعة ولقوا فعلا ان هما مبقاش عندهم وقت ان هما يتخنقوا مع بعض مبقاش عندهم وقت يزهقوا او يتضايقوا فالدنيا بقت معهم كويسة وقدروا ان هما يعيشوا في حياة فولفيلد وهابي ويبقوا مبسوطين مع بعض وتوتا توتا خلصة الحدودة لو انا نسيت تفاصيل صغياء تبقى تفاصيل صغيرة ولان انتو شايفين كم السفريات اللي حصلت انيوي التفاصيل كلها الملخص بتاع كل شابتر هتلاقو موجود في المواقع اللي انا هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس انا هسيب لكم المواقع فيها تفاصيل يعني فيها اللي انا قلته ده سامري بتاع النوفل كلها وكمان سامري تفصيلي لكل شابتر لوحده او لكل كم شابتر مع بعض اوكي فللي عايز تفاصيل التفاصيل يعني بس كده ده كان الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله الفيديو الجاية هيكون التحليل والنقد بتاع الرواية مهم جدا جدا يا جاعة تشوفوها علشان تفهموا كل الكعبالة اللي احنا قلناها دي ايه الهدف منها يعني موضوع مش مجرد adventure يعني فيه ابعاد فلسفية كتير فان شاء الله دي هتكون في الفيديو الجاي شوفو كمان فيديو الانستجرام لان فيه معلومات اضافية مهمة جدا عن فولتير وعن العصر نفسه وبس كده اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي باي باي